موسيقى ربما احنا كمغاربة وكمواطنين وكمسؤولين كذلك فعلا نتعاطب مع هذا الشخص ولكن اعتبره ضحية ضحية من؟ مش الضحية للوالي هو لا هذه ضحية للاشخاص اللي دائر يعني محيطين به فعلا هناك سماسراف ومشجئين هناك ناس سقطات من هذا النوع ديال هذا البناء هذا واللي هو فعلا بالنسبة لنا يضرنا أنا شخصيا يضرني لماذا؟ لأن السيدة نعطيه الواضحة الأمر يكون دا بس سيدنا وخالف عندنا مش يجيبش ديال رخصة الساكن عندنا؟ كماش نعطيه هالو؟ نزور عونيس أنا عن سعقب كيفاش مش نعمل يلا؟ تسوياد الوضعية؟ يعني أمل ديالو عنده تسوياد الوضعية؟ أين هي؟ أين هي تسوياد الوضعية؟ إذن مش يبقى معلق مش يدي شهادة ديال الدولمة رمش يديها بشي طريقة غير قانونية احنا صبحنا عونيس إذن واحد سلسلة إذن أنا النصيحة ديالي هو أنه الإنسان يلتزم بالتصميم ديالو وما يدر شراسه لأننا نحن ما نبغيوش شي واحد أننا متين يخسروا واحد المجموز رزق ديالو بالطريقة هذي ولكن رأى ربما رأى كي كي هو كيفتش على هذه المسألات إما عن قصد أو غير قصد أنا أعتبره ضحية ضحية ديال جهات أخرى اللي تخلطت في هذه وستفدت من هذه العملية هذه ونحن ما كنت نستفدوش من هذه العملية بش نظروا واضحين بالأكس نحن كنت ضروا منها لأن أخر من اللي كي يجيب كي يبني بوحط طريقة بالطريقة غير قانونية كل تجألنا وكل تجألنا ما هو الحل؟ عندك حل واحد وأنك حسن سنت تزوار وتكاده وتمسن تخارط في هذه العملية وسو سؤدي تمان لا محالة هذا في ذلك شكرا